منرجع لحضراتكم مرة تانية وزي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا النهاردة أنه العالم كله بيلتفح حول الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة علشان يتابع انتخابات الرئاسة والحقيقة أنه الانتخابات طبعا أكيد زي ما حضراتكم متابعين ما بين الرئيس الحالي وهو الرئيس أوباما باراك أوباما وما بين مي ترامني وهو المرشح الرئاسي المنافس لباراك أوباما مين اللي ممكن يكون هو الفائز إيه اللي هينعكس علينا إحنا كمصر أو بشكل عام على الوطن العربي من فوز أحد المرشحين هل في أي حاجة هتختلف ولا هي السياسة الأمريكية واحدة يعني يمكن اللي هيختلف هيختلف بالنسبة للشعب الأمريكي هيختلف بالنسبة لمصر أو مش هيختلف بالنسبة للوطن العربي بشكل عام يعني أسئلة كثيرة جدا بتخص فكرة انتخابات الرئاسة الأمريكية النهاردة هنترحق على ضفنا دكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بالأهرام سبع الخير دكتور سبع الخير أهلا بحضرتك معنا النهاردة ومن وجهة نظر حضرتك إزاي ممكن تأثر انتخابات الرئاسة الأمريكية على مصر التحديد بداية الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة العظمة في العالم الآن وهي القطبة العالمي الكبير فما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية يلقي بظلاله وانعكاساته على العالم أجمع ثانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تربطها علاقات استراتيجية مع مصر على الصعود الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية وطبيعي أن تتأثر هذه العلاقات صعودا أو هبوطا بنتائج الانتخابات الأمريكية لأن هذه الانتخابات تشمل رئيس الجمهورية تشمل أعضاء الكونغرس وبعض حكام الولايات وبالتالي أنت بصدد تغيير سياسي جزري في الولايات المتحدة الأمريكية ينعكس طبعا على السياسة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بواجه عام نستطيع أن نقول أن حجم التغير في العلاقات المصرية الأمريكية وفي سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر أو أي دولة في العالم بعد هذه الانتخابات لا يكون كبيرا التغير يكون ضئيلا وذلك لأن هناك خطوط واضحة وثوابت معروفة في السياسة الخارجية الأمريكية لا تتغير بتغير الرؤساء يعني قد تتغير طريقة أو أساليب تنفيذ هذه السياسة ولكن لا يحدث تغير جوهري أو تغير جذري في هذه بالضبط خصوصا تجاه مصر علاقات المصرية الأمريكية علاقات معروفة لها تاريخ هناك مصالح مشتركة بين البلدين الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر ومصر بحاجة الولايات المتحدة وهناك مصالح أمريكية معروفة في المنطقة كالنفط أمن إسرائيل الوجود العسكري الأمريكي محاربة الإرهاب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هذه العلاقات ثابتة ورسيخة ولا تتغير تغيرا جوهريا بتغير سواء القيادة في مصر أو القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف فقط طريقة تنفيذ هذه السياسة الأسلوب هو الذي يختلف بينما السياسة لا يحدث فيها تغير جوهري إذا جاء أوباما السياسة ثابتة إذا جاء الرامني ربما يكون هناك تغير طفيف لبعض الوقت ولكن سوف يضطر الرامني إلى انتهاج نفس النهج الذي كان سائدا قبل ذلك في العلاقة مع مصر لأن مؤسسات صنع السياسة الخارجية الأمريكية تضغط على الرئيس الأمريكي وتجبيره على السير في اتجاه معين هل في ميل معين لأحد المرشحين من تجاه العرب الأمريكان يعني أمريكا فيها جريات عربية كتيرة جدا مش بس مصريا لما كمان جريات عربية بشكل كبير جدا هل حالتك تتوقع أنه في اتجاه معين لبعض العرب المتوجدين هناك فيما يشمل مصريين وغير المصريين لأحد المرشحين الولايات المتحدة الأمريكية فيها يعني الإحصاءات بالنسبة للعدد العرب الأمريكيين هناك من 4 مليون وحتى 7 مليون البعض بيدمج العرب في المسلمين ويقول أن دول حوالي 9 مليون البعض بيحاول يفصل العرب عن المسلمين لأن داخل في المسلمين الهنود والباكستانيين والماليزيين وبالتالي والأفرقد فالدارة بتتسع لكن حدثنا عن العرب بما أن سؤال حضرتك عن العرب نقدر نقول أنه هم من 4 إلى 5 ملايين عربي في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة أنه هم بنسبة المشاركة السياسية عندهم يعني اللي بيروح يصوت منهم حوالي 60% ودي نسبة معقولة ولكنها مش مرتفعة لو قارنناهم باليهود على سبيل المثال اليهود بيصوتوا بنسبة 96% بيروحوا يشاركوا في الانتخابات العرب الأمريكيين الحقيقة من أكتر الناس تعليما في الولايات المتحدة الأمريكية وضعوهم الاقتصاد ممتاز جدا يعني هم مجالية مميزة داخل الولايات المتحدة ولكن عندهم مشكلة في السلوك السياسي وهو أولا ليسوا موحدين من الناحية السياسية تجد أن هناك انشقاقات ما بين العرب يعني الخلافات ما بين الدول العربية هنا موجودة بين العرب الأمريكيين للأسف الخلافات ما بين المسلمين والمسيحيين موجودة هناك المسلمين الشيعة والسنة برضو موجودة هناك المسيحيين الأرثودوكس والكاسوليك والبروتستانت برضو موجودة هناك يعني العرب هجروا أمريكا بمشاكلهم اللي كانت موجودة هنا ده بيؤدي إلى تفتيت الكتلة التصوطية للعرب الأمريكيين أنهما مش كتلة واحدة زي اليهود على سبيل المثال أيضا تجدوا المقاسمين اليهود هناك أعتقد أنهما كتلة تصوطية واحدة وكتلة تصوطية وكتلة قوية جدا ده بيمنحهم قوة وبعدين بيدفعوا فلوس عشان يأثروا في الدعاية الانتخابية ويأثروا عليهم لكن العرب بالحقيقة السياسة عندهم في الدرجة التانية يعني العرب مشغولين بالتعليم بالاختصاد بأنهم يعملوا فلوس بأنهم يستقروا ويربوا أولادهم لكن السياسة بتأتي في مرحلة تالية بعد ذلك عشان كده ما فيش عربي بيهون عليه دفع فلوس يأثر في الانتخابات الأمريكية العرب مش حرصين على المشاركة بنسبة كبيرة زي اليهود فده بيؤدي إلى تفتيت الكتلة التصوطية ولكن بصفة عامة العرب توجههم ديمقراطي لأن الحزب الديمقراطي في أمريكا هو اللي بيتسع للأقليات نسبة أصواتهم تقريبا بتعدى قد إيه دكتور؟ من 1.5 إلى 2% ده تعدادهم ولكن نسبة أصواتهم لها تتعدى أقل من 1% من إجمالي التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن فيه اهتمام من قبل مرشح الرئاسة بالأصوات العربية وده ظهر حقيقة سنة 1984 مع رونالد ريجن المرشح الجمهوري أول مرشح رئاسي أمريكي عمل لجنة عربية أمريكية للتنسيق بشأن أصوات العرب الأمريكيين كان رونالد ريجن في 84 في الجمهوريين بعد كده الديمقراطيين سنة 1994 بيل كيلينتون عمل نفس الإجراء وبدأ يستعين بالعرب الأمريكيين ويعمل لهم لجنة خاصة بهم وأصبح النهاردة الصوت عربي صوت مهم وكان عندنا الحقيقة رالف نادر ده عربي أمريكي من أصل لبناني رشح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية أكثر من مرة وفي 96 أخذ 3% فقط من الأصوات فما قدرش أنه يكمل ولكن حضور العرب الأمريكيين في السياسة الأمريكية بدأ يتزايد وهناك وعي الآن لدى العرب بأنهم يوحدوا أصواتهم بأنهم يدفعوا فلوس عشان يأثروا على الانتخابات ولكن في اعتقادي لا يمكن القول الآن بأن هناك لبي عربي داخل الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير في مجردات السياسة الأمريكية أو في العملية الانتخابية وكمان الدول العربية مش بتدعم العرب الموجودين داخل الولايات المتحدة زي ما إسرائيل بتدعم اللوبي الصهيوني فإحنا قدامنا عدة سنوات حتى نستطيع أن نتحدث عن لبي عربي ولكن السلوك التصوتي بواجه عام ليهم بيتجه نحو الديمقراطيين لأن أغلبهم بينخرط في الحزب الديمقراطي كما أن الحزب الديمقراطي هو حزب الأقليات تلاقي أن الأقليات غالبيتها داخل الولايات المتحدة تدخل الحزب الديمقراطي لأنه بيتسع لها وبيمنحها دعم كبير عكس الحزب الجمهوري اللي هو حزب رجال الأعمال حزب تجار السلاح حزب تجار الأدوية حزب الشركات الكبرى داخل الولايات المتحدة أحياناً وإحنا يمكن عصرنا ده أنه بيكون في بعض المؤشرات إذا كانت من استطلعت رأي. إذا كانت من توجهات شعوب. إذا كانت من قراء. إذا كانت من تصريحات. أياً كانت يعني. ولكن في الآخر بنوصل لنتيجة مبدئية بنتوقعها. هل عند حرتك أي توقعات عن كافة مينة هتكون الأربح؟ خاصة وأنه الكل بيأكد أنه أوباما وارد أنه هو هيكسب أكتر. لأنه الحقيقة القدر ساعده بإعصار ساندي اللي تعامل معه بكل ذكاء. ولي تعامل معه بكل حرفة. يعني أنه قدر أنه يوجه لي أصوات كثيرة جداً من كيفية تعامله مع إعصار ساندي. سؤال حضرتك أنا أعتقد أنه سؤالين في بعض. فخليني أفككه. السؤال الأول فرص من أكتر. استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة حتى الآن بتظهر تساوي المرشحين معا. يعني 48% كل واحد أو 47 و 48. يعني في تقارب رهيب جداً بين المرشحين. خصوصاً بعض المناظرات واستكمال الجولات الانتخابية. لكن أنا في اعتقاد الشخصي أن الرئيس أوباما لديه فرصة في تجديد انتخابه مرة أخرى. لأن أوباما لما جاه من أربع سنين كان بيرفع شعار تغيير. أيضاً فكرة استعادة الحلم الأمريكي وجاذبية الدولة الأمريكية للعالم في الخارج. أوباما له تركيبة فريدة جداً. أوباما الأسود ذوء الجذور الإسلامية الأفريقية. هو مسيحي وأبوه مسلم أوباما قريب من الشعب الأمريكي جداً. والحقيقة هو له ملاحظات مهمة جداً. يعني تلاقيه هو طالع على الستيج في أي خطاب بيجري. طالع على سلم الطيارة بيجري. بيظهر روع من الرشاقة. هذه الرشاقة تعكس شباب أمريكا. ويحاول أن يقدم رسالة إلى العالم بأن هذا الرجل يستطيع أن يجدد شباب أمريكا مرة أخرى. يستطيع أن يغير. يستطيع أن يصلح. وبالتالي هو لديه قدرة على جذب الجباهير. أيضاً أوباما عمل إنجازات كويسة جداً. يعني مشروع التأمين الصحي في أمريكا أنجزه. وده مشروع جبار. لأن من أكثر الخدمات ارتفاعاً في التكلفة في الغرب. وفي أمريكا مشروع التأمين الصحي. رفع مستوى الدخل بشكل كبير. حارب البطالة بدرجة أو بأخرى. يعني أوباما استلم أمريكا سنة 2008. وهي فيها أزمة اقتصادية أمريكية وعالمية. وإدر أنه ينجو بالاقتصاد الأمريكي من الانهيار. فأنا شايف أن فرص أوباما كبيرة. وأوباما ممكن ينجح. ولكن بفارق ضئيل جداً جداً عن منافسه رومني. الشق الثاني من سؤال حضرتك والمتعلق بالإعصار ساندي. أيها. الكوارث الطبيعية في أوقات الانتخابات تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على المرشح الرئاسي. وفقاً لطريقة استجابة هذا المرشح للإعصار أو للأزمة أو الكارثة الطبيعية. وكيفية معالجة الموقف يعني والتعامل معها. كلما تعامل بشكل إيجابي وجيد. كلما استغل الكارثة لمصلحته وصبت في مصلحته. أما إذا أساء التعامل معها كانت وبالاً عليه وسببت في خسارته الانتخابات. الحقيقة الرئيس جورجو بوش الإبن في 2005 الإعصار كاترينا. فشل جورجو بوش في التعامل مع الإعصار بشكل إيجابي. لدرجة أنه التهم بأنه كان بيساند البيض على حساب السود في الولايات التي تعرضت لهذا الإعصار. أما أوباما كان سريع الاستجابة جدا. أعلن منطقة نيويورك ونيوجيرسي والمناطق التي تأثرت به مناطق منكوبة. أدم لها مساعدات. وكالة الغوث الفيدرالية أدمت مساعدات هائلة جداً جداً. في الوقت الذي كان ميت رامني بيقول أن وكالة الطوارئ الفيدرالية يمكن أن تلغى ولم يكن لها دور. فأوباما حسب له أنه تعامل بشكل جيد وسريع مع الإعصار. حتى أن حاكم نيويورك وهو ليس ديمقراطي بالمناسبة مثل أوباما قال أنا أثمن على أداء أوباما وسوف أنتخب أوباما لأنه تعامل مع الإعصار بشكل جيد. أيضاً بعض الحكام الجمهوريين زي في نيوجيرسي رجل جمهوري وأشاد بأداء أوباما أيضاً في التعامل مع الإعصار. إجمالاً يمكن القول أن إعصار ساندي صبب في مصلحة أوباما لأنه أجاد التعامل معه ومن ثم سوف يساعده كثيراً في تعزيز فرصية في الفوز. هل ممكن تتأثر النتيجة بالعلاقات السياسية الخارجية أو بالعلاقات الخارجية لأمريكا؟ الحقيقة أن أمريكا دولة محلية. يعني اللي بيروح أمريكا بيكتشف قد إيه المواطن الأمريكي ما بيعرفش أي حاجة عن العالم الخارجي. لدرجة حضرك لما تسألي الأمريكان تقول لهم أمريكا دي كم ولاية ما يعرفش. ويستغرى بيقولك و أنا مطالبة أعرف أمريكا كم ولاية. طب إيه أكبر ولاية في عرض السكان. اللي هي كاليفورنيا ما يعرفش. طب إيه أكبر ولاية في المساحة؟ ألاسكا يقولك أنا مش مطالبة أعرف في البعلومات دي. تقول له سفرت بره يقول لك واسفر ليه أنا السياحة داخلية فأمريكا دولة داخلية بيعتبر أنه مش محتاجين للعالم الخارجي وبالتالي مش بيهتم بالعالم فهتيجي تقول له أنا كرئيس هعمل لك كذا مع العراق يقول لك I don't care أنا ما يلزمنيش تعمل إيه مع العراق هعمل لك كذا مع أفغانستان هعمل مع إيران ما يهمش المواطن الأمريكي إلى الداخل الأمريكي الاقتصاد التأمين الصحي البطالة الأسعار المواصلات الوظائف هو ده اللي يهم الناخب الأمريكي عشان كده 80% من الدعاية الانتخابية تلاقيها منصبة على الشأن الداخل الأمريكي تأتي بعد ذلك قضايا الشؤون الخارجية إسرائيل عشان اللوب الصهيوني تلاقي موضوع إيران موضوع تركيا عشان خاطر الأقليات فاللي بيخلي أو اللي بيحكم السلوك التصويت للأمريكيين في السياسة الخارجية الأقليات يعني اليهود الأمريكيين هيسألوا هتعمل إيه مع إسرائيل والدول العربية اللوب التركي هتعمل إيه مع تركيا واليونان اللوب اليوناني هتعمل إيه في قضية قبرص تلاقي اللوب العربي هتعمل إيه في قضية الفلسطينية ولكن 80% من الأمريكيين اللي بيهمهم بالأساس الشأن الداخلي أولا أما السياسة الخارجية فلا تهمه كثيرا نحن بالنسبة لنا في مصر والعالم العربي مش هتفرق بشكل جوهري من اللي فاس في الانتخابات لأن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة سبتة واحنا من سوء حظنا أنه عندنا إسرائيل في المنطقة لأن السياسة الأمريكية أولا تخدم إسرائيل وثانيا يجي يفكر في العرب بمعنى أنه لو اضطر أنه ياخد قرار ينصف مين في المنطقة لازم ينحز لإسرائيل فأي رئيس أمريكي مضطر يمشي في هذا المسار ولا خروج عنه وإلا هيدطر أنه يرتبك وضعه الداخلي في الانتخابات اللوب الصهيوني جوه أمريكا أقوى من اللوب العربي اليهود مؤثرين في أمريكا بشكل كبير وتأثير اليهود في أمريكا بيجي من حضرتك نمرة واحد رغم أن عددهم قليل جدا يعني هما بيشكلوا 2% من السكان و1% هما قد العرب تقريبا يعني اليهود 6 مليون العرب تقريبا حوالي 6 مليون العرب والمسلمين في أمريكا 9 مليون أكتر من اليهود ولكن اليهود أكثر تنظيما كلهم بيبدأوا يصوتوا 96% منهم بيروحوا يصوتوا التصويت في اتجاه واحد اتجاه مرشح واحد بيتبرعوا بفلوس كتير جدا علشان يضغطوا على الحملات الانتخابية بيقدروا يؤثروا في الناخبين الأمريكيين وإسرائيل بتضغطها كمان بتنسخ مع اللوب الصهيوني في أمريكا فتلاقي أن اليهود مؤثرين جدا في الانتخابات وسائل الإعلام الأمريكية اليهود بيسيطروا عليها يعني لما يكون فيه مناظرة لما يكون فيه حوار ما بين المرشح الرئاسي والجماهير اليهود بينظموا ده بشكل كبير جدا وبالتالي بيؤثروا وبالتالي بيوجهه سياسة هذا المرشح حيالة إسرائيل أما إحنا العرب فتأسرنا في الانتخابات الأمريكية لا يزال متواضعا بشكل كبير مفهوم أنا بشكر حالتك على وجودك معنا النهاردة وزي ما كنت حالتك بتقول أين كانت إيه هي النتيجة إذا كانت لميتر أمني أو لباراك أوباما الرئيس باراك أوباما أعتقد أنه ده مش هيختلف كتير في طريقة تنفيذها يعني ربما يكون أوباما ديسمت بالتصريحات وفي طريقة تنفيذ هذه التصريحات ولكن السياسة واضحة ومعروفة مش محتاجة يعني أي شرح ولا محتاجة أي تفاصيل بشكر حالتك دكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحيير مجالة الديمقراطية بالأهرام مرة تانية ونهار حالتك سعيد يا فندم شكرا مشاهدين الكرام دي كانت آخر فقرة معنا النهاردة في نهارك سعيد حاولنا نطرح على حضراتكم أكتر من موضوع أكتر من ملف ومستمرين معاكم دايما كل يوم من الساعة 9 صبح لساعة 11 صباحا انتظرونا دايما في نهارك سعيد ونهاركم دايما سعيد شوفكم على خير